وفي الإمارة الباسمة افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم افتتح أعمال المؤتمر الرقبي الأول مأمن الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم ويأتي المؤتمر الذي يقام تحت شعار ممارسات رائدة ورؤى مشتركة لتعزيز جودة حياة الطلبة يأتي بهدف تسليط الضوء على الأدوات التي من شأنها تطوير الميدان التعليمي في مختلف أطرافه وذلك عبر المحاور والجلسات الحوارية التي تجمع عددا كبيرا من الخبراء والمختصين في الممارسات الرقابية الساعية إلى الارتقاء بالبيئة التعليمية وتعزيز مؤشرات قياس الأداء في المؤسسات التعليمية